استقبل قداسة البابا تواضره الثاني اليوم سفير تشيك بالقاهرة إيفان يوكل تحدث السفير عن العلاقة الدبلوماسية الطيبة بين بلاده ومصر وأملوا في تقويتها فيما قدم قداسة البابا له نبذى عن مصار رحلة العائلة المقدسة بمصر كما استقبل قداسة البابا أيضا سفير تشيلي بالقاهرة روبرتو إيبرت وخلال اللقاء قدم قداسته نبذى عن تاريخ الكنيسة وانتشرها بالعالم ودورها الروحي والتنموي بينما أشهد السفير بالروابط القوية التي تربط بلاده بمصر معربا عن أمله في زيادة التعاون كذلك استقبل قداسة البابا سفير أسبانيا بالقاهرة البارو إيريانثو وقدم أيضا نبذى عن تاريخ الكنيسة فيما أكد السفير اهتمام أسبانيا بالسلام والتسامح ونبذ الكراهية والعنف واليوم أيضا استقبل قداسة البابا السفير نادى دراس قنص المصر الجديد بشيكاغو والسفير دكتور حسام الدين علي قنص المصر الجديد بلوس انجلوس وقد تناول الحوار أهمية ربط المهاجرين من الجيلين التالت والرابع بالوطن بمصر وأليات تنفيذ ذلك